السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي أسئلة وزارية لصف الثالث متوسط رياضيات عن موضوع الحد المفقود الحد الأول والثاني والثالث ها عيني مو إلا نفس هذا السؤال احتمال يغيرون يعني غير سؤال لكن نفس النمط بس افتهموا الشرح وانتوا تفتهمون حتى لو غيروا وبلا رقام انتوا تفتهمون الطريقة يلا حياتي خليكم وياي أولا 25x تربيع ناقص هذا ناقص الحد المفقود بالنص هو مفقود زائد 49 أنا بس أباوع على هذا السؤال أقول هذا شنوه أقول هذا الحد المفقود شنو قانونه لازم أحفظ القوانين قانون الحد المفقود اللي هو PX PX يساوي إنا 2 جذر AX تربيع في C AX تربيع في C هذا شنوه؟ هذا قانون الحد المفقود سواء الأول وأما الثاني أما الثالث يلا عيني البي أكس يعني شوفوا هسا هاي قيمة A و B و C البي أكس مجهول أنزله يساوي إنا أنزل الاثنية أنزل الجذر هذا A وهذا C وهذا B AX يعني شغلت عدي 25 أكس تربيع في C جدت عدي 49 شوفوا أمي؟ هسا شنوه؟ هذا الأي والB والC كل شي ما سوات بس عوضت هسا ألدى شي للتربيع BX يساوي إنا أنزل الاثنين الخمسة وعشرين هاي واني الأكس تربيع نسيتها 25 أكس تربيع الاثنين الخمسة وعشرين مين جاية خمسة والأكس والتسعة وربعين سبعة لأن جاية من سبعة في سبعة يلا حياتي BX يساوي إنا اثنين فيه خمسة عشرة فيه سبعة سبعين أكس إذن يا هو الحد المفقود إش طلع لي؟ طلع لي سبعين سبعين أكس قاية اللي يصبح مربع كامل وحلله هذا أصبح مربع كامل أريد أحلله شنوه؟ يازم الحد الأول والحد الثالث الحد الأول خمسة وعشرين أكس تربيع يعني خمسة أكس ناقص والحد الأخير اللي الثالث اللي هي تسعة وربعين جاي من سبعة هذا انتهي الحل هذا من هو؟ هذا الحد المفقود بالنص الوسط طلعينا خمسة أكس ناقص سبعة تربيع يلا عيني هسا رح ناخذ اللي ثاني الحد الوسط ها سوري مو الوسط الحد الأول هسا خدت الحد الوسط الحد الأول هم أكتب نفس القانون أقول بي أكس يساوينا اثنيا أي أكس تربيع في سي يلا عيني بي أكس عدي ثمانية أكس الحد المفقود هذا من هو من الأول إذن هذا A و B و C البي أكس ثمانية أكس يساوينا اثنيا نزل القانون جذر أي أكس تربيع مفقود نزله نفس ما هو ها عيني في سي بتربيع بتربيع الطرفين بتربيع الطرفين ليش بتربيع الطرفين لأن هذا طرف وهذا طرف فأقول هنا تكتبون أنت هناك بتربيع الطرفين 8 في 8 64 والأكس في أكس أكس تربيع ها عيني يساوينا 2 في 2 4 زي أشيل الجذر اللي هو في أنزلها 16 في أكس تربيع هذي في نسميها A X تربيع ربعت الطرفين ونزلت A X تربيع هسه شاكل أقول A X تربيع يساوينا نقسم على يمان على هذا الأربع ها شوفوا هسه هاذا 4 في 16 4 في 16 يطلع إنهم 46 16 وهنا 4 في 6 يطلع 64 4 في 6 24 4 في 1 45 6 هم يطلع 64 إذن أقول 4 هنا شو نقول 64 X تربيع يساوينا 4 في 16 4 60 A X تربيع أقسم علي من 64 64 كلها راحة إذن A X تربيع يساوينا بس X تربيع بس هذه X تربيع هذه X تربيع إذن يهو بس X تربيع ليصبح مربع كامل X زائد 16 و 16 من 4 وهنا يلقى 20 تربيع إن شاء الله افتهمتو خلينا ناخذ الحد الثالث هسا خذت الحد الأول المفقود والحد الوسط أريد أخذ الحد الثالث الحد الثالث خلينا ناخذ Y تربيع زائد 14 Y هاي أخذت من الأمثلة زائد هذا الحد المفقود يقول لي جد الحد المفقود رأسا أكتب القانون شا قول القانون شا قولي يقول لي BX BX يساوي نقول هنا زائد أو سالب اثنيا نجذر AX تربيع في C ها عيني الBX إيش قد عدي 14 Y يساوي زائد أو سالب اثنيا جذر AX تربيع اللي هي Y تربيع والC مجهولة أنزله خلي لها داخل قوس حتى الY تربيع هم داخل قوس زين هس هم أسوي بتربيع الطرفين 14 في 14 يطلع عن 196 Y تربيع أضرب 14 في 14 ضرب عاد يطلع لك 196 و90 Y تربيع يساوي 2 في 2 4 أعيني نوخر الجذر Y تربيع هو Y تربيع والC أنزله زين هس شنقول 196 نقسم علي من على 4 19 نقسم 19 19 10 كم 4 4 4 6 17 18 14 14 لحظة 19 كم 4 بها 4 لأن 4 في 4 16 جل يبقى من 19 16 17 17 18 19 يبقى 3 يصير 36 على 4 بها 9 إذن شاقول أقول Y تربيع Y تروح هنقسم عليه من على 4 هيا راحة Y تربيع تروح إذن شاقول C يساوي 49 إذن حد المفقود 49 قال لي يصبح مربع كامل هنا زائد Y أنزل 49 جاية من 7 خلينا عيد هذي خاف ما افتهمتها شوفوا حياتي نزلت السؤال نزلت القانون ربعت الطرفين قلت 14 هذي فيه 14 196 و 2 فيه 2 4 والY تربيع والS يعني أربع الطرفين بس ذني بعدين أقسم على معامل اللي هو Y على 4 اختصرت 196 على 4 طلع على 49 وسويت ليصبح مربع كامل هاي عيني الحد المفقود الأول والثاني الحد المفقود الأول والوسط والثالث إن شاء الله افتهمتوا بالتوفيق يا ربي ترجمة نانسي قنقر